تفاصيل احتلال فرنسا لمدينة الجزائر ووصول الخبر للدولة العثمانية 5 جولي 1830 ميلادي الحلقة التاسعة عشر من سلسلة موطف الدولة العثمانية من الاحتلال الفرنسي للجزائر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سألت المصدر ومرجع المعلومات رغم أن فرنسا أظهرت نوايا حسنة تجاه مساعي مبعوث إسطنبول إلى أنها في الحقيقة لم تكن تأمل منها شيء خاصة بعدما تأكدت أن وليميس لا يستطيع أن يطوم بالحملة التذهبية على الجزائر بدليل أنه في يوم 12 مائة 1830 ميلادي كانت الحملة الفرنسية تبدأت في الاستعداد الفعلي وبينما هي تذايت أرسل بولينيار رسالة عامة إلى جميع الدول المعنية أتدى فيها أن الحملة ذاهبة للانتقام للعالم الفرنسي وتوطيد ماركز المصالح والممتلاتات الفرنسية والحصول على تعويضات مادية عادلة والتضع على الترصنة والاستيطار الأتوات كما أتدى أن القوات الفرنسية لن تضع السلاح إلا بعد تحقيق ذلك والحكومة الفرنسية على استعداد لتقدم إضاحات لازمة لمن يطلب ذلك من حلفائها مع احتفاظها بحرية العمل هناك استيلاء فرنسا على مرسى الجزائر وتحدي الباب العالي أولا سطوط مدينة الجزائر بعد حصار بحري دام ثلاث سنوات ووساط عثمانية غير مشدية طررت الحكومة الفرنسية تنفيط على الغزو الذي تانترد اتخذته في 31 يناير 1830 ميلادي ويعترف شلاندري جوليان من جهتي أن فرنسا لم تكن تهدف من وراء هذا الثالي لهانا بقدمتان تريد أن تمنح الملكية النفوذ اللازم لخنط المعارضة والحصول على انتخابات موالية ودليله في ذايتا رايمة رانيخ الذي لاحظ العلاقة الواضحة بين الصراع الداخل الفرنسي والحملة العسترية على مدينة الجزائر بالإضافة إلى اعتبارات أخرى يذكره جوليان تنهب خزينة الرصبة وإلغاء القرصنة غير أنه تبطل أسباب الحقيقية للتدخل المسلح سياسة بحتة وأيضا بهدف الانتقام التاريخي نتيجة لذايتا ألفت فرنسا ثلاث لجان للإعداد للحملة مطررة نيتون الإنزال في سيدي فرج وفي 7 فبري أصدر المالي اتشار العرش المرسوما ملاتيا يعلن لتعبئة العمة وأعلن في خطاب العرش أن الحملة انتقام للشرف الفرنسي وأنها حملة مسيحية على بلاد المسلمين المتوحشين وأنها خدمة للعالم المسيحي بناء عليهم طلقت الحملة الفرنسية من ميناء طولون يوم 25 ماي 1830 ميلادي من قيادة وزير الحرب الماشيرال دو بورمون أما قيادة الأسطول فقد سندت للأميرال دو بيري ضم الأسطول 64 الفرج عند درينيفيل و37 الفرج الحسب جوليان وأسطولا جرارا يتكون من حوالي 675 سفينة وتقدم نحو شبه جزيرة سيدي فرج الواقع غربي مدينة الجزائر بعد أن اتدت دراساتهم وخرائطهم وجواسيسهم أن تلك البطعة هي نرطة الضحف الدفاع الجزائري بعد رسول الأسطول الفرنسي أياما في جزر البريار توجه مرة ثانية للجنوب ووصل الأسطول أمام مدينة الجزائر في يوم 13 جوان 1830 ميلادي وبعد قيامه بمناورات استعراضية توجهة إلى سيدي فرج وفي الساعة الثانية صباحا من اليوم الموالي هبطت الفيطة الأولى مشاتوة على رأسها الجنرال بريتوزان وقبل نزول الفيطة طام الأسطول بتوجيه أولى طلقات مدفعية إلى مادنة مسجد قرية سيدي فرج فدمره وفسر ذايته بأن رسالة موجهة للجزائر والعالم بأن الغزو هو غزو الصاليب للهلال وجاء الإنذار دون مطاومات كبيرة وطامت هذه القوات بإطامة معسراراتها وتحصيناتها ثم تقدمت نحو الجزائر وعن تجهيز الجيش الجزائري في دي سيدي فرج يصطر حمدان خوجة أن المدفعية لم تحضر ولم تحفظ الخنادق ولم يكن هناك سوى 12 مدفعا كان الآغة السابقة نصبها في بداية إعلان الحرب فكانت النتيجة هزيمة الجيش الجزائري وعندما علمت دايب هذه الهزيمة أمر بالانسحاب لهضبة استوالي والإسراء بتحصينها وتنصب المدفعية الثقيلة حولها وهو ما تم بالفعل ويقول أحمد بايب هذا الصدد أن الباشرة تولى بنفسه توزيع هذه المدافع للأعيان الذين كانوا يردون الجيش على من كانوا راديمين من مناطق بعيدة وفي يوم 18 جوان 1830 ميلادي هاجمت قوات الاحتلال جيش الجزائري الذي كان يرابط في خط دفاعه والبستوالي وتتولى إبراهيم أغا قيادة الجيش الجزائري الذي كان ينظم إليه في كل يوم بضعة آلاف من العرب والقبائل بقيادة باياتهم وشيوخهم وخلفائهم فوصل بايات سنطينة للطوال مع حوالي 12 ألفا وبايات تيتري مع 8 ألاف وخليفته 3 ألاف وخليفة بايوهران 6 ألاف وشيوخ القبائل ما بين 16 و18 ألفا ومن الميزابيين مع حوالي 4 ألاف وبذلك أصبح الجيش الجزائري بإضافة حرس الأغا وسطان الجزائري الذين توصلوا إلى المعصر الدفاعات كبيرة يضم 50 ألف رجل على الأقل وبهذه الإمكانيات المتواضعة دارت معها عنيفة يوم 19 جوان أصفرت عن هزيمة القوات الجزائرية وفرطت فيها الآلاف من رجالها ومتفعياتها وقسم أسلحتها وبرودها وتفرطت على إثرها القوات القبائل لأوطانهم يؤكد المؤرخون أن السبب الهزيمة لم يتنرسل عتاد الحربي بقدم تمثل في الاستعدادات الهشة التي قام بها الدي حسين لمواجهة الحملة الفرنسية ويمتون الوطوف على حقيقة هذا الطرح من خلال قيامه بعزل القائد العستري يحيى آغا وتعينه إبراهيم آغا متانه فرغم أن شال أندري جوليان يقول أن الدي لم يكن يجهل بمتان إجراء المحاولة بفرج وسيسي في مالطة وجبل طارق وحتى فرنسا أي أنه لم يظهر تخوف لا على نفسه ولا على المدينة وهذا ما أتدع لي شريف الزهار الذي يصبر أنه رغم علم الدي حسين بمتان نزول الجيش الفرنسي بسيدي فرد فإنه لم يحرر ساتنا وعندما وصلته أخبار تحرط الوصول الفرنسي ظل بين مستهزئا متذبا لذلك بدليل أنه عندما ظهرت بعض صف لعدو الفرنسي للعيان وأخبرت دايب ذايتا ردت عائلا إن ذايتا مجرد سحاب ظهر في الأفرد أما حمدان خوجة فيرى أن أخبار خطأ ارتقبه الدي حسين تمثل في تعيين لإبراهيم آغا على رأس الجيش الجزائري الذي دخل الحرب إلى جيش مدرب ومنظم وبدون ضخار وبدون مواد غذائية وبدون شعير الخير وبدون إكفاءة للقيام بالحرب لقد عطت أطول جندي طلقتين اثنتين فقط وفي الورث نفسه لم يتوقف عن المطالبة بالإمدادات والمدافع والذاخرة والبسكوت والشعير معتبر أنه طلما كان لدى الجيش الجزائري جلن أرثر طلما كان ذايتا أفضل تم اتهمه حمدان خوجة بأنه كان يرتفي بعطاء حرطشتين لكل جندي من الجنود ويعتبر أن هذه التنمية تدفل للتضاء على نصف الجيش الجزائري وبالتالي يتون الآغة إبراهيم قد استعمل الإمدادات لأغراض أخرى وحسب الظهر فإن إبراهيم آغة كان مستثرا برأيه بدليل أنه رفض طول الخطط العسترية التي طرح له بايات الأقليم أهنذات وعلى راسهم الحاج أحمد باي فعندما نصحه هذا الأخير بتجنب الحرب المواجهة أمام الجيش الفرنسي القوي والمسلح وتشري المقاتلين جزائريا في مجموعات وتوزيعها على طول الطريق بين سيد فرج والجزائر أجبه بحمية جاهلية وثقة زايدة في نجاح خطته معتبعا أن عدم مجابهة العدو ليس من عمل الرجال الشهام وأن الله لن يخفل عن مساعدة من سيهاجمون الكفر عند نزولهم وهم به واثقون أما سيفون بيفايدر فيرى هو الآخر أن سبب الهزيمة إلى الأخطاء التي وقع فيها الداي من اعتداده بجيشه واستهانته بالقوة الفرنسية البرية فلم يعمد إلى تنظيم وسائل الدفاع عن عاصمة البلاد من الجهة البرية فكان أن بقيت مرشوفة تماما وقد وصل به الأمر للحد الذي استيطن معه أنه لا يمكن التغلب عليه في تصبتي وأنه باستطاعات أن يساجل الأعداد سنوات عديدة هذه الثقة كان مصدرها أن مخططي الهجوم اليوم 19 جوار كان شاملا ومعدا بشكل جيد بشهادة بطريزان الذي أتد أيضا أن نقطة الهجوم اخترت بدقة متناهية تم أن الرومات الجزائريون كانوا يصيبون أهدافهم أفضل من الفرنسيين وكانت بنادرهم تصواب أبعد من بنادر الفرنسيين فرغم أن ترى روايات عن الحملة تشهد عن شجاعة جنود إبراهيم آغا واستمتتهم إلى أن المتفعية لم تكن حديثة ولا مسنودة بما فيه التفاية بالإضافة إلى فردان الجيش للإنسجام والتدرب الكافي شكلت أزيمة الطوال منعرج هاما في الحملة فرغم أن جميع التكاهنات دلت على النص يتون إلى جانب الجزائريين ولاحت بشها النص فعلا لما بدأ الفرنسيون يتراجعون تاريتين وراهم قتالهم والعتاد وكان من الممكن أن تزدق التكاهنات فتندحر الجيوش الغازية وتدخل الحملة الفرنسية في عداد المغامرات الكثيرة التي تحطمت على سخرة البليون على مر العصور ولكن حادثا وقع طبيل منتصف النهار فغير سير المعركة ويقول سيفون بفايفر أن هذا الحادث يتمثل في كون بعض المتاتلين الجزائريين ممن تعرضوا لإهانة الآغة إبراهيم أرادوا أن ينتقموا منه فترة ساحة القتال دفع واحدة على حين غروا وهربوا إلى الجبال وهم يهتفون لقد غلمنا فالنهرب ولا ينجو بنفسه من قدر على النجات وردنا توجع أن هذا الانسحاب المفاجئا نعم الإضطراف في صفوف الجزائريين واختنم الفرنسيون هذه الفرصة ففتتوا الحصال مضروب عليهم وحولوا الهزيمة إلى نص مبين وهكذا وطعت هزيمة الطوال التي مني فيها الجزائريون بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد والتي تعتبر بحق هي بداية الاحتلال الفرنسي وهرب إبراهيم آغا من الميدان واختفاه في منزل الريف ورغم أن الدي أرسل له حمدان خوجة ليقناعه بالعودة لقيادة الجيش إلى أنه ما لبث أن هرب مرة أخرى بعد عودته وبالضبط لما وصل العدو لسيدي خالف بعد الخيانة التي تعرض لها الدي حسين والناجم عن افترار ضباطه للذاتات ما هو الحال بالنسبة لصيره إبراهيم تم خل هذا الأخير وتعويضه ببيت تيطري مصطفى بو مرزاق وفي يوم 22 جوان تقدمت روات العدو نحو سيدي خالف وتصورت أنها لا تلاقي مطاومة لكنها فوجئت بطوة يرودها القائد مصطفى بونزاق ببيت تيطري وتمكنت من الحر خسائر مهمة بالعدو قبل أن تنسحب نحو العاصمة وأمام هذه المطاومة التي تتصف بالشجاعة طرر الجنيراد بورمونت رايد الحملة انتظار تعزيزات وصلت يوم 25 جوان وعلى إثار ذلك أمر بالتقدم نحو مدينة الجزائر يوم 29 جوان تصيدا طلعت السلطان وفقا للخريطة التي سبق وراء عدها الجاسوس بوتان في عهد نابوليوم لكن قواته ظلت الطريق ولم يستغل الجزائريون ذلك وفي المساء وصل الجيش الفرنسي إلى هضابة الأبيار وصار على مشارف المنحدرات التي تطل غربا على حسن الإمبراطور السلطان تلاصي حدد المايشالد بورمونت رصف حسن الإمبراطور والهجوم عليه في يوم 4 جويل ومجرد أن تم ضبط خط الرمي حتى أحدثت تنابل المتفعية توري في بناء الأسوار القديمة فخمس دقائق من الرصف جعلت الموت غيطاب للصمود ولجل الجنود إلى تفجير الحسن بعد إخلائه رغم ذلك تتانى لدي حسين محاولات لإنطاظ الوضع حيث طامه في أثناء متأخرة بمحاولة تشتيل جيش من طبائل الزواوة تم وعده شيوخ الطبائل بذلك وحسب وصف الزهار لهذا الجيش فإنه ترى عليهم دعوة الجهاد اجتمعت لديه ملايين يظهرون له الرغبة في الجهاد وهم طوم مثل البهايم ظهر لهم أن القتال إنما هو تتراتل بعضهم لبعض قتال حمية الجاهلية وقد ذكروا له الألوف لأنهم لا يعرفون مرضى الألف ظنوا أن المية هي الألف والباشا نفسه ظن القتال مثل قتال الرعية لكنه عندما حس أن المدينة صارت في حكم الساقطة طرر الاتصال بالفرنسيين فأرسل أحد أمناء سره لمفاوضتهم وأبلغوا الدي تسليم المدينة بلا طيب لا شرط وصل شخصا ترسولان وطابل الجنيرال دو بورمون وعرض عليه تعويضات ساخية تقدم لهم على اعتذار مطابل عودة الجيش الفرنسي ويروي الفرنسيون أنه عندما رفض طلبهما صاح أحدهما طائلا إذا تهني السرطة يا جنيرال أن ترى رأس الدي بين يديك فإنني سأذهب الآن للعودة به إليه في طبر لكن الجنيرال اكتفى بإعادة شروطه على الرسولين والمتمثلة في الاستسلام بلا شرط هاتذا انتهت الحملة العسكرية حسب مؤرخي الغزو أمسية الرابع جويلي بعد عودة برازافيتش من القصبة وفي صابح يوم 5 جويلي 1830 الذي وقع الدي حسين الذي كان يفطر في تفجير القصبة الاتفاقية التي حددت دخول القوات على الساعة الثانية عشر بدلا من الساعة العاشرة وتم احتلال مدينة في ظروف وضاوية عارمة ووسط سكان كانوا متقبلين الوضع ظاهريا حيث كان اليهودهم وحدهم من أظهر فرحا شديدا بمجابل مبالغ فيها بينما طالب الدي الذي تقبل الهزيمة التي ابتلاه الله بها متأسفا لأنه لم يأمر بقطع رقب الدوفال المسؤول عن طول المصائب التي حلت به وطلب بأن يرتاد إلى نابولي بمعية 110 فردا من حاشيته فمن أملاته التي لا تعد ولا تحصل لم يتمكن إلا من حظ بضعة 30 ألف سيطان ذهبية فقط ورفض وزير المالي الاستجابة لمطالبه بعد ذلك وعمر بورمون بإرسال انتشارية للسيمرين ليخدم المنتصر طواعية ولم يستخدم الموظفين الأطراق أرسل من ذلك بل أسند الإدارة إلى العسكريين الذين يجهلون الأوضاع جهلا متباطا واستسلامت مدينة الجزاء للفوضى العارمة وفي غضون أيام تحولت الحملة إلى احتلال وتحول تأديب الداء إلى تأديب شعب وأرض ثانيا بلوغ الباب العالي خبر احتلال مدينة الجزائر في الوقت الذي كان الباب العالي ينتظر بأمل نتائج سفارة طهر باشا كانت القوات الفرنسية قد احتلت برفع مدينة الجزائر قدم مترجم الصفار الفرنسية لرئيس الكتاب رسالة من السفير الفرنسي مرتوبة باللغة الفرنسية ومؤرخة بالستة أوت 1830 ميلادي يعلمه فيها بأن الجيش الفرنسي قد احتل مدينة الجزائر أخبرت ترجمان أن السفير الفرنسي يريد إجرام مطابرة سرية مع رئيس الكتاب في تصبابات تم ترات للباب العالي صورة من تتاب أرسله رئيس وزارة فرنسا ووزير خارجية إلى التونت دولي مينو وفيه معلومات عن محادثاته مع طهر باشا وأن هذا الآخر غادر من طولون في 5 جولي 1830 ميلادي متوجها نحو الشارق وهذا تعتد الباب العالي أن الحتومة الفرنسية تصنعت جهلها بمهمة طهر باشا الذي حاول طوال مدة متوثه في طولون الاتصال بمالة فرنسا شارل العاشر ليعرض عليه محتوى تعليمات السلطان العثماني لكن السلطات الفرنسية رفضت الاعتراب به تمبعوث رسمي للباب العالي بل فضلت أن تحجزه في مدينة طولون وهذا ما تعتده رسالة الوزير الخارجية الفرنسية إلى طهر باشا في أول جوان عام 1830 ميلادي حيث جاء فيها أنتم لم تردوا على السؤال الأول والأساس الذي تشرفت بطرحه عليكم حتى عرف أنتم تتمتعون بكل الصلاحيات التي تؤهلكم للتباحث مع فرنسا في المساء المتعلقة بحرب الجزائر وبذلك تتكون فرنسا قدرأ وغتو إلى أن نفذت مخططها واحتلت مدينة الجزائر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد